أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلهاب طبعا أول شيء المعذرة على أني ما نزلت أي فيديو لسبوعين لراحت لكل بساطة اللي صار أني نقلت من مدينة إلى مدينة أخرى وستتبت لخبط والعدة النقلت للمدينة الأخرى وعدة أمور ثانية على بلاطة لسبوعين لراحت كانت كلها نقلت عفش وقروشة والأمور الأخرى المصاحبة لها لكن الآن الحمد لله الأمور طيبة ومستتبا طبعا على خزانة في الأسبوعين اللي غبنا فيها صارت أخبار النار وشرار ولهبية جدا وأهمها واللي رح نركز عليها اليوم وهو وجود مشروع فعلي وحقيقي للمستر Red Dead Redemption 1 يابي أخوان الموضوع جيد والإعلان قريب والإصدار أقرب تخيلوا يا أخوان الإعلان قريب والإصدار أقرب لذلك لفهم الموضوع من البداية خلنا نخش سويا في المقطع أوكي روكستار في السنوات الأخيرة صارت تتبع خطة الريماسترات ونسخة الجيلة الجديدة بشكل كبير جدا بدان بجيتي اي ذات روليجي دي فينتي فيديشين ومن ثم نسخة الجيلة الجديد من جيتي اي في كان فيه كلام في 2021 مع صدور الثلاثية إن روكستار لازالت تريد إصدار المزيد من الريماسترات وتحديدا ريماستر لريدي در ديمشن وان وجيتي اي فور طبعا وقتها الكل كان متأكد إنه هذه النسخ المحسنة من هذه الألعاب لن تصدر قبل جيتي اي سي اكس لكن مع الأخبار المؤكدة الجديدة يبدو إنها راح تنزل قبل جيتي اي سي اكس فعلا وحقيقة خلونا نفهم الموضوع من البداية في 28 يونيو حصلت ريدي در ديمشن وان على تصنيف عمري جديد في كوريا الجنوبية وتصنيف كوريا الجنوبية ما يمزح وما يخطئ ما يصنف أي لعبة إلا وهي رسمية والتي تجيه من الشركات المصنعة للعبة نفسها وتصنيف ريدي در ديمشن وان الجديد هذا كان جديد كليا ومختلف عن السابق فعلى سبيل المثال أحد النقاط الجديدة التي تم إضافتها إنه اللعبة أصبحت أكثر واقعية وأكثر دموية طبعا لم تكن موجودة في تصنيف اللعبة الأصلية عام 2010 زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الآن البعض فسر هذا الأمر على احتمالية وجود نسخة جديدة كريميك أو ري ماستر من ريدي در ديمشن وان لكن على محرك ريدي در ديمشن تو بحث أن اللعبة تكون أكبر واقعية وبجرافيكس أقوى ودموية أكثر وكلنا نعرف قد إيش واقعية ودموية محرك ريدي در ديمشن تو فالأمر بناء على اللي عندنا من معلومات وأمر واحد من أمرين إما ري ماستر بورت للجيل الجديد من ريدي در ديمشن وان أو ري مايك جزئي للعبة على محرك ريدي در ديمشن تو ورح تنزل على أجهزة الجيل الجديد فقط بي اس فايف والإكس بوكس سيري اس اكس ومن الممكن اس واحتمال كذلك البي سي طبعا أول ما طلعت المعلومة هذه الناس انجنت وتحمست ومن ضمنهم أنا كان ودي أروح الشاحنة اللي شالت البي سي وأطلعه وأنزل لكم فيديو عن هذا الأمر لكن ما حصل طبعا أول ما تم التصنيف ريدي در ديمشن وان الجديد على طول جاء في بالي مشروع جي تي اي ذو ترول جي دي في نتو فيديشن لأنه لو تفتكرون قبل الإعلان الرسمي لها حدث لها نفس الأمر تم تصنيفها تصنيف جديد ثم بعدها بشهر تم الإعلان رسميا عن المشروع من قبل روكستار جيمز فمن المتوقع أنه نفس الأمر يحدث كذلك مع ريدي در ديمشن وان ومشروعها الجديد هذا طبعا بعدها بيومين طلعت شائعة أن روكستار جيمز حدثت أيقونات التروفيز لريدي در ديمشن وان مثل ما حدث بالضبط كذلك مع مشروع جي تي اي ذو ترول جي ديفيني تيفيني تيف لكن لما بحثت في الموضوع طلع غير صحيح وليس له علاقة بأخبار الري ماستر الجديدة ومن الأساس روكستار جيمز غيرت أيقونات التروفيز لعدة ألعاب سواء كانت سلسلة ميدنايت ماكس باين ريد در ديمشن وان وغيرها الألعاب الأخرى قبل سنتين تقريبا ما حدثتها قبل يوم من الأخبار ولا قبل يومين أو بعدها بيومين من أخبار انتشار الري ماستر لا 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 حدثتها قبلها بسنتين مما يؤكد لنا أنه تغيير أيقونات التروفيز ليس لها علاقة بأخبار الري ماستر الجديدة أوكي نيجي للأدلة اللي تؤكد لنا أنه فعلا في مشروع لري در ديمشن وان إما ري ماستر أو ريميك أولا لو تفتكرون منذ بداية خدمة بي اس ناو من 2014 كان في خيار أنك تلعب ريد در ديمشن وان عن طريق البث السحابي لكن في أكتوبر الماضي روك ستار جيمز فجأة قررت إزالتها من الخدمة حرفيا اللعبة موجودة منذ 2014 عن طريق البث السحابي لكن فجأة أكتوبر الماضي قررت إنها تلغيها فليش تزيل الطريقة الوحيدة لتجربة اللعبة على البليستيشن ما رح تلغيها إلا ورح توفر البديل ويبدو إنه البديل هو المشروع الجديد هذا ثانيا في مؤتمرات تيك تو انتراكتف الأخيرة دائما تيك تو كانت تذكر إنه عندهم خمسة مشاريع ريميستر اثنين منها لألعاب صدرت سابقا طبعا وقتها ونظرا إلى كثرة الشركات تحت تيك تو انتراكتف وأستوديوهاتها وقلة العدد اللي هما لعبتين ما أتوقعنا إنه أحد المشروعين ذولة هو مشروع ريميستر ريميك ريديد ريديمشن ون فنعم يا أخوان تيك تو انتراكتف كانت تشير إلى وجود المشروع لكننا ما لاحظنا ذلك وكذلك لما كانوا يذكروا هذا الأمر كانوا يقولون إنهم يخططون إلى إصدارها في السنة التقويمية عشرين أربع وعشرين يعني عندنا من اليوم إلى واحد وثلاثين مارس عشرين أربع وعشرين بين هذه الفترة من المفترض إنها تصدر ريديد ريديمشن ون ريماستر ريميك استنادا على كلام تيك تو انتراكتف في هذه المعلومات ثالثا عدد من المصادر الموثوقة والقوية أكدت وجود المشروع فعلا وحقيقة مثل تيس فانتو اللي دعم الأخبار فعلا وحقيقة زي ما تشوفون كذلك ذا سنيتش أحد أكبر المسربين في عالم الألعاب أيضا توم هندرسن أكد هذا الأمر على وجود مشروع لريديد ريديمشن ون حرفيا أكثر ثلاثة موثوقين في التصريبات وأخبار الألعاب أكدوا إنه مشروع ريديد ريديمشن ون ريماستر ريميك حقيقة كذلك إضافة إلى جميع المعلمين اللي ذكرناهم سابقا روبرتو سيرنرانو أحد عمالقة المجال قال التالي صوت صورة وفيديو I can say that I have seen confirmation that this is real I don't think you need that confirmation but I had someone reach out to me behind the scenes that showed me they asked obviously to be anonymous but are talking on background showed me something that definitively shows that this game is coming maybe even imminently with an announcement maybe in like August so not a huge surprise that you don't need me to tell you that South Korean rating board doesn't just rate things they rate things that are submitted to them so الإعلان من الممكن أنه يكون في أغسطس القادم يعني قدامنا تقريبا شهر ناري مولع جدا لإثبات ذلك ومن الممكن أنه في أغسطس روكستار جيمز تعلن عن ريديد ريديمشن ون ومشروعها المستخبي طبعا أكثر شي صراحة خايف منه هو من الاستيديو المطور هل هو استيديو خارجي مثل غروف ستريت جيمز ولا أحد استيديوهات روكستار الكبرى نفسها البعض قال من الممكن أنه يكون روكستار دون دي المستوحذ وذع عليه مؤخرا اللي كان باسم رافيان جيمز لكن ما أتوقع ذلك لأن استيديو رافيان جيمز متخصص أكثر بألعاب الأونلاين فيا ربي يا أخوان أنه ما هو استيديو خارجي ماسك هذا المشروع لأنه أخذنا فكرة جدا سيئة عن الاستيديوهات الخارجية اللي تمسك ألعاب روكستار جيمز بعد غروف ستريت جيمز أتمنى صراحة أنه ويا رب أدعي من جميع عماقلبي أنه مشروع ريدد ريدمشن وان يكون من أحد استيديوهات روكستار جيمز نفسها الكبيرة لأنه ريدد ريدمشن وان تستاهل ذلك لا يجيبون في العيد لا مجال لجيبة العيد مع هذا المشروع لأنه شي جدا جدا قوي بالنسبة للداعبين طيب الكثير ممكن يسأل طيب صالح هل مشروع ريدد ريدمشن وان هذا رح يأثر أو يأخر إعلان جي تي اي سيكس وإصدارها الإجابة لا أحس روكستار جيمز قاعدة تعطينا شي نستمتع فيه وننبسط على بال ما ننتظر جي تي اي سيكس لذلك لا زال ورغم مشروع ريدد ريدمشن وان هذا الجديد جي تي اي سيكس سيعلن عنها في السنة الحالية وستصدر في عشرين خمسة وعشرين فنعم يا أخوان تلخيصا لموضوع ريدد ريدمشن وان ريدد ريدمشن وان لديها مشروع إما ريماستر أو ريميك ما قدرنا نحدد هذا الأمر من الممكن أنه يعلن عنها في أغسطس القادم والإصدار رح يكون في السنة الحالية ولو حدث له تأجيل ممكن يكون في أول ثلاثة شهور من عشرين أربع وعشرين النقطة نهاية الصطير روكستار جيمز يا أخوان على وشك أن تحصل على أفضل سنة في تاريخها عشرين ثلاثة وعشرين مشروع ريدد ريدمشن وان ريماستر ريميك وإعلان جي تي اي سيكس المنتظر وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا آخر أخبار روكستار جيمز وأخبار ريدد ريدمشن وان النارية والملتهبة جدا شاركونا أراكم في خانة التعليقات هل تتوقعون فعلا روكستار رح تعلن عن ريدد ريدمشن وان في الفترة القادمة ولا إنهم رح يخلونها بعد جي تي اي سيكس شاركونا أراكم في خانة التعليقات طب كوصلنا معاكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة